اشتركوا في القناة واكد سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة اهمية المضي قدما في تطوير رياضة القدرة في المملكة بما يتوافق مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال سموه تشعر اسرة القدرة بالدعم الكبير واللمحدود الذي يقدمه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه لهذه الرياضة بما يتوافق مع رؤية وتوجيهات جلالته والارتقاء بهذه الرياضة العربية والمحافظة على موروثنا الاصيل والعمل على تأصيل دور هذه الرياضة في نفوس الاجيال المتعاقبة وتابع سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن المتتبع لمسيرة رياضة القدرة في مملكة البحرين يدرك تماما مدى التطور الكبير الذي تعيشه هذه الرياضة الأمر الذي يتطلب منا العمل بكل جد من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت لهذه الرياضة بالإضافة إلى تعزيز الإنجازات على مختلف الأصعدة ومواصلة تقديم المبادرات الرائدة والمتميزة التي تساهم في إدخال عنصر التطوير الفني والإداري والإثارة والتنفسية على سباقات القدرة الأمر الذي يمنح الفرسان المزيد من الخبرات الفنية وأضاف السمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة تقديرا منا للدور الذي تقوم به استبلات الأهالي والفرسان فقد تم منحهم مكرمة في السباق وذلك من خلال تقديم حزمة من الجوائز المتميزة التي تأتي تقديرا واعتزازا بعطاء استبلات الأهالي وتشجيعهم على مواصلة عملية تطوير استبلاتهم ونحن على يقين تام بأن هذه الجوائز ستكون دافعا قويا من أجل استعداد الاستبلات للسباق بصورة متميزة وستساهم في رفع المستويات الفنية والتنافسية الأمر الذي يبشر بمشاهدة سباق رائع يكون عنوانه التنافس المثير على اللقب